اشتركوا في القناة وحناخد مع بعض التركيب والوظيفة بتاع واتيسكولد اللايزوزوم او الاجسام المحللة او الاجسام الهاضمة او الجهاز الهاضمي بتاع الخلية ونشوف مع بعض ازاي ربنا هيهيأ هذه الاورجانيلز عشان تقدر تقوم بالوظائم بتاعتها ونبتدي مع بعض اول حاجة بالجولجي أباريتس او اللي بنسميه جهاز جولجي وخلي بالك هذا الجهاز اتسمى على اسم العالم الايطالي اللي اكتشفه اي علم كده اخره اي بيبقى ايه بيبقى ايطالي زي جولجي زي حتاخد في السنة في النقاس حاجة اسمها باسيني فالحاجة الاخرة اي او الاسم الاخره اي ده بيبقى معظمه بيبقى ايه بيبقى ايطالي الجنسية وخلينا متفقين ان في العلوم الطبية الاسية 80% من العلماء بيبقوا ايه المان نايمة نقول كده في العلم الحديث المانيا هي ام الدنيا ولكن في 20% من العلماء بيبقوا ايه بيبقوا بقية الجنسيات منهم نمسويين على ايطاليين على انجليز على امريكان وهكذا اتفقنا وخلي بالكو ان جولجي ده مش بس اكتشف جهاز جولجي ده اكتشف خلايا اخرى برضو اتسمت على اسمه اتسمت جولجي سالس فخلينا مع بعض نشوف الجهاز اللي هو اكتشفه او جولجي اپاريتس ده بيبقى شكله ايه لو شفنا اول حاجة باللايت مايكروسكوب او ميكروسكوب الضوئي حنلاقي ايه حنلاقي ان الجولجي اپاريتس لما بيبقى موجود جوه خلية واجي اصبق الخلية دي بالصبغة المعتادة بتاعتي اللي هي الهيماتوكسرين واليوسين الجولجي اپاريتس ده ما بيبنشي ولي يا شباب ما بيبنشي لان الجولجي ده واحد من الاورجانيل العضيات اللي بتبقى متحوطة بغشاء احنا زي ما قلنا دي عبارة عن ميمبريناس اورجانيل لان احنا لو تفتكروا تاني ان احنا قلنا انا معظم الاورجانيلز عندي ميمبريناس ما عادة تلاتة هما اللي نان ميمبريناس ما لهمش غشاء نقرر تاني لهم مين التاتة ملهمش غشاء لهم عبارة عن السايتو سكيلتون الريبوزوم والسنتروزوم اي حاجة تانية بتبقى ايه بتبقى ليها غشاء فخلينا اقولك ان الغشاء بتاع الجولجي اپاريتاس ده بيبقى هايل جلايكوزيليتد يعني هايل جلايكوزيليتد يعني نسبة الكربوهايدريت سفيه بتبقى عالية قوي مش هناخدنا ان الغشاء بتاع الخلية بيبقى فيه كربوهايدريت وقلنا ان الغشاء اللي محوط الاورجانيلز بيبقى شبه غشاء الخلية مع شوية اختلافات بسيطة فاذا هنا الغشاء بتاع الجولجي بيبقى فيه كربوهايدريت بنسبة عالية فاخدها قاعدة كده اي حاجة فيها كربوهايدريت بنسبة عالية ما بتبنشي وانا باصبغ بيه الاتشاند ايه ما بتبقاش بينه فعلشان كده لما اجي اصبغ بالاتشاند ايه الجولجي اپاريتاس ما بيبنشي فعلشان يبان انا بحتاج ايه صبغات خاصة تبين ايه تبين هذا التركيب الهايل جلايكوزيليتد الا ان في خلايا معينة الخلايا دي اللي هي بتكون بروتين بكمية كبيرة والبروتين ده هيحصل له افراز برا الخلية اللي هو بسميه سيكريتوري بروتين تمام الخلايا دي لما ده اصبغها بالهيماتوكسلين واليوسين بلا ان الجولجي اخد منظر كده بقول عليه نيجاتف جولجي امج يعني ايه نيجاتف جولجي امج يعني لو جينا اخدنا اجزامبل البلازما سيل اللي انا قلتلكو عليها اللي هي بتسيكريت او بتصنع الاجسام المضادة فكرك الاجسام المضادة اللي بتتصنع بالبلازما سيل دي قد ايه كتير جدا ملايين بتصنعوا بالبلازما سيل فبلا ان الاجسام المضادة دي كميتها كبيرة وبما انها هتتفرز برا الخلية يبقى انا متوقع ايه ان الخلية دي هتحتوي على كمية محترمة من الرف اندوبلازم كريتيكلم والاتاتش درايبوزوم يبقى ازا السيتوبلازم بتاع الخلية دي لما اصبغ بالهيماتوكسلين دي ايه حلاقي دارك بيزوفيليك بيزوفيليك غامل بس خلي بالك الخلية دي برضو بيبقى عندها كمية محترمة من الجولجي لانه هو ده اللي مسؤول عن تكوين السيكريتوري بروتين بس الجولجي ده ما بيتصبغش بالاتش اند ايه بس وجوده بكمية محترمة خاصة بيبقى موجود دايما الجولجي قريب من نيوكليس بيسيب لك منطقة حوالين النيوكليس بتبقى فتحة ما بتاخدش سبغة الاتش اند ايه فالمنطقة اللي فيها الجولجي دي بسميها نيجاتف جولجي ايميج فيعني ايه نيجاتف جولجي ايميج نيجاتف يعني مخدش سبغة الاتش اند ايه فبين جزء ايه فاتح كده حوالين النيوكليس جولجي ايميج يعني ايه يعني منطقة دي بتقولك انا هنا جولجي موجود بكمية كبيرة لكن مخدتش ايه مخدتش السبغة بالاتش اند ايه اتفقنا يا شباب اتفقنا لكن برغم من كده ان الجلجي لو سبغة ممكن يتسبق بيها ويبان سبغة بقول عليها سبيشيال خاصة اسمها سيلفر ستين والسيلفر ستين دي هتتكرر معنا كذا مرة بعد كده في الجزء بتاع السيل والكونكتف تيشو السيلفر ستين ده بيزبغوا لي الجلجي باللون البني هو فين الجلجي في القصة دي كلها الجلجي يا شباب بيبقى موجود كتير جدا في جزء من جسم الميل اللي اسمه الإيبديديمس أو البربخ البربخ ده بيبقى أنبوبة مع الرجا فلما جاء طعم هنا كروس سيكشن تبان لك ايه؟ تبان لك الدواير والأشكال البيضوية اللي انت شايفها دي قادي هي أشكال البيضوية والدواير اللي انت شايفها دي جوه الدواير دي بيبقى فيه خلايا الخلايا دي بلاقي جواها جلجي بكمية كبيرة هو فين الجلجي من القصة دي؟ شايفين اللي أنا ماشي عليه بالأرو أهو أهو الخيوط المتشبكة اللي أنا ماشي عليها بالأرو دي هي دي الجلجي أباريتس طب هو يترك الجلجي ليه موجود في الإيبديديمس أو البربخ بكمية كبيرة لأن انتوا زي ما هتاخدون البيديديمس ده من وظيفته ان ده المخزن اللي هو بيتخزن في الحيوانات المنوية أو اللي سبيرب لحد ايه؟ ما يحصل معادي الإيجاكوليشن أو قصف السائل المنوي فالحيوانات المنوية اللي قاعدة في التجويف هنا محتاجة تتغزة هتتغزة عن طريق ايه؟ عن طريق البروتين اللي هو هيكونه الجلجي أباريتس فعشان كده بلاقي هنا كمية جلجي محترمة تكفي تنتج لبروتين لتغزية السبيرم أو الحيوانات المنوية دي خلي بالكوا أن شكل الجلجي باللايت مايكروسكوب اللي أنا ممشي عليه بالأرو ده اللون البني الغامق ده لا يمطوا لصلة نهائي لشكله بالإلكترومايكروسكوب يعني بصوا شكله أو بتنوء شايفين باللايت مايكروسكوب أو الحاجات البني عمزة لخيوط المتشابكة دي شكله لا يمط بصلة نهائي لما اجي قبر بقى بالإلكترومايكروسكوب وبص عليه يا طرى لما بص عليه هنا حلق شكله ايه؟ حلق إن الجلجي بيبقى واخد شكل الستيكس يعني استيكس يعني ايه؟ أعرف كده لما تيجي ترصص الكوينز فوق بعض أعرفيني الكوينز أعرف العملات المعدنية أجيب جنيهات كده معدن ورصصهم فوق بعض ماشي؟ فتعمل لي ده حاجة اسمها ستاك وجي حاجة اسمها ستاك وحاجة تلتة اسمها ستاك وهكذا فهو عبارة عن مجموعة من الستاكس ده ستاك وده ستاك وفيه ستاك تانية وهكذا كل ستاك بيتكون من ايه؟ بيقولك والله بتتكون من 4 ل 6 سسترني برضو دي نفس الكلام تاني سسترني السسترني اللي احنا قلنا عليها السسترني قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي حاجة ليها غشاء وجوها تجويف اتفقنا؟ نفس الكلام عايز تقول عليها تيوبيولز قل تيوبيولز مفيش مشكلة طيب السسترني دي شكلها ايه؟ بيبقى شكلها ايه؟ بيقولك والله هي بتبقى متوازية لبعض وبتبقى يعني ايه؟ يعني ليها كيرف خفيف كده شايفيني كيرف ازاي؟ كيرف خفيف قوي كده تمام؟ بيبقى كده شكلها عارف ازاي؟ عارف زي الطبق المفلطح عارف زي القارب البوت كده بتاخد نفس الشكل ده ساعد ملو عليها cup shaped cup shaped يعني ايه؟ يعني شبه كده الفنجان كده تمام؟ لها كيرف خفيف لما اجا بص على السسترني بتاعتي حلاقيها ايه؟ حلاقي ان نهايتها بتبقى expanded يعني expanded يعني منفخة منفخة بايه؟ منفخة بالبروتين اللي هو موجود جواها طب يجي السؤال هل اللي 4-6 السسترني دوله بيبقى متصلين ببعض؟ زي بتعرف انتو بلازم كريتيكلا؟ لأ ما بيبقوش متصلين ببعض الله وما التالبه هم مش متصلين ببعض طب البروتينز بيتحرق من سسترني لسسترني ازاي؟ ازاي؟ ببساطة شديدة بييجي البروتين اللي هو موجود في السسترني دي ويحصل له ايه؟ ها؟ ييجي ويقوم بتجمع في نهايتها تمام؟ فعشان كده حتى دي بتبقى ايه؟ بتبقى مقلبزة كده دي ليتƯ وبعد كده ينفصل ها؟ وبعد كده الفيزيكل اللي انفصل الدديه تروح وتندمج مع سسترني اللي بعدها وهكذا فبقول ان البروتين بيتحرق في السسترني بتاعت الغلجي بعملية بودينج ان دفيوجن يعني بودينج ان دفيوجن يعني بيجي البروتين يتجمع في البروتين في بتاعت السسترني وبعدين ينفصل في حويصلة تيجي الحويصلة دي تقوم عاملة فيوجن أو اندماج مع السستيرنا اللي بعدها وهكذا وزي ما قلت لكم في البداية إن الجلج ده عامل زي الطبق المفلطحة فبالتالي بيبقى له ناحية كونفكس كونفكس يعني محدبة وناحية كونكيف يعني ناحية مقعرة الناحية كونفكس دي أو الناحية المحدبة بسميها السيسفيز أو الاماتور فيز أو الفورمينج فيز هي اللي تسمى سيسفيز لإن أنت زي ما حتاخد في البيوكيمستري إن البروتين البروتين بيبقى فيه جزء اسمه السيز فالجزء اللي هو بيجي بيستقبله الجلجي بيبقى اسمه السيزفيز أو السيزبارت بتاع البروتين زي ما أنت حتاخد في البيوكيمستري طب هو ليه تسمى اماتور اتسمى اماتور أو غير ناضج لإن هو بيستقبل البروتين اللي جاي من الرف اندوبلازم كريتيكلام شايلاء الترانسبورت فيزيكل ومودياء على إيه؟ على الجولجي أباريتس فإذن البروتين اللي جاي من الرف ده في ترانسبورت فيزيكل ماله لسه إيه؟ لسه غير ماتيور لسه أنا أسفة لسه إماتيور لسه غير ناضج لسه بيتكون عشان كده قلت عليه فورمينج يعني إيه؟ يعني لسه بيتكون فإذن الناحية دي باعتبرها ناحية إماتيور أو فورمينج لكن لو جينا شفنا الجزء التاني من الجولجي الناحية دي اللي بقول عليها الناحية الكونكيف أو الناحية المقعرة الناحية دي بسميها إيه؟ بسميها ترانس فيز نسبة لإيه؟ برضو في البيوكيميستري هتاخدون البروتين في الجزء ده بيبقى له جزء اسمه ترانس بارت وبقول عليه برضو ماتيور أو السيكريتوري فيز ليه تسمى ماتيور؟ لإن البروتين هنا خلاص يتكون بقى ناضد اكتمل عملية تكوينه واستعد إنه هو يتعبى في سيكريتوري فيزيكل علشان إيه؟ علشان يحصل له سيكريتوري فيزيكل الكبيرة بتاعتي اللي هي احتوت على البروتين الناضج اللي هو خلاص إيه؟ اللي خلاص يتكون واستعد إنه هو يحصل له سيكريتوري وما بين السيس فيز والترانس فيز هيبقى عندي مجموعة من السسترني في النص بقول عليها الميديال كومبارتمنت يبقى إذا أنا شعبات تاني أنا عندي جولجي بيتكون من إيه؟ من ناحية كومبكس محدبة اسمها السيس فيز أو الإيماتيور أو الفورمينج فيز واللي هي إيه؟ بتستقبل الترانس بورت فيزيكل اللي جاية من الراف اندوبلازمي كريتيكلا مش وشايلة البروتين اللي لسه ها بيتكون والناحية التانية اللي اسمها الترانس فيز أو الماتيور أو السيكريتوري اللي هي الناحية الكونكيف الناحية المقعرة اللي هي خلاص فيها اتكون البروتين وتعبق فيزيكل كبيرة اسمها السيكريتوري فيزيكل عشان يستعد ان يحصل له سيكريتوري فيزيكل وما بين السيز والترانس فيز في مجموعة من السسترني في النص بقول عليهم الميديال كومبارتمنت يبقى إذن يا شباب أنا لو جات لي صورة زي دي في الامتحان وجاء سألني هل ده رف اندوبلازم كريتيكلا ولا جولجي بما إن الاتنين ومن تيوبيولز بتبقى بارالل تو اتش ادر عقول لك لا والله أنا شايفة قدامي تركيب عامل زي الطبق المفلطح كده بالزبط لناحية كونفيكس وناحية كونكيف وفي ناحية كونكيف مقابل لها فيزيكل حجمها كبير يبقى دي عبارة عن ها السيكريتوري فيزيكل وشايفة على الجنب ايه مجموعة من الفيزيكل اللي هي زي ما قلت لك ايه اللي بيحصل لها بادنج وفيوجن وكمان أنا مش شايفة هنا ايه على السيسترني او على الاناديب بتاعتي مش شايفة في ايه مش شايفة في رايبوزوم يبقى ازا التركيب اللي قدامي ده عبارة عن الجولجي وليس الايه وليس ال رف اندو بلازمي كريتيكل طبعا مش هيجيلك في الامتحاني كتب لك سيس فيز وترانس فيز لا مش هيقول لك كده لكن هيجيب لك المنظر قدامك ده بالظبط الطبق المفلطح اللي مقابل لإيه ها اللي في ناحية الكونكيب بتاعته مقابل لها فيزيك الكبيرة اللي هي عبارة عن السيكريتوري فيزيك اتفقنا شباب طيب طب تعالي هنشوف مع بعض ايه هي وظايف الجولجي اپاريتس خلينا اقول لك ان الجولجي اپاريتس له 3 وظايف ايه هي احنا اتفقنا وقلنا ان الجولجي اپاريتس بيستقبل البروتين اللي هو تكون فيه الراف اندوبلازم واللي بيوصل للجولجي عن طريق الترانسبورت فيزيكل او الحويصالة النقلة يبقى اذا الجولجي اپاريتس ده هيستقبل انهي انواع من البروتين اللي هم التلات انواع اللي هم تكونوا في الراف اندوبلازم واللي كانوا محتاجين توجيه نفتكرهم تاني السكريتوري بروتين اللي هو حيتم إفرازه خارج الخلية الإنزيمات بتاعة اللايزوزوم والبروتينات بتاعة الميمبرين عشان يتم تجددها طيب ما بيجي الجولجي يستقبل هذه البروتينات بيعمل فيها إيه؟ بيعمل فيها أولاً البوست ترانسونيشنال موديفكيشن نفس الوظيفة بتاعة الرف اندوبلازم كريتيكلا يعني الجولجي أباريتس ده حييجي ويكمل عملية التعديل اللي هي كانت بدأت في الرف اندوبلازم كريتيكلا وخلي بقى لكم كلمة بوست ترانسونيشنال يعني إيه؟ يعني انتوا زي ما أخدتوا في البيوكيمستري وأخدتوا في سانوي إن البروتينات لما بتيجي بتتكون بتتكون بالريبوزوم بيبقى في عملية اسمها ترانسونيشنال يعني ترانسونيشنال يعني عملية ترجمة إن أنا بترجم الشفرة اللي هي موجودة على الـ mRNA الرسول بترجمها عن طريق نوع من أنواع الـ RNA اللي قلنا عليه اللي اسمه الـ TRNA أو الـ RNA اللي هو الترانسبورت أو الناقل اللي بيقوم بعملية الترجمة واللي هو بيجيب الأمينو أسد أو أحماض الأمينية لما كان تكوين البروتين فكلمة بوست ترانسونيشنال موديفكيشن انت ممكن تستغنى خالص عن كلمة بوست ترانسونيشنال وتقوله على طول موديفكيشن أو عملية تعديل للبروتينات اللي تكونت لأن عملية البوست ترانسونيشن يعني إيه؟ يعني عملية تعديل ما بعد عملية الترجمة فهي عملية الترجمة دي ما هي إلا جزء من عملية تكوين البروتين فأنت ممكن تستغنى عن الكلمة دي خالص وتقول إيه؟ إن بيحصل إيه؟ عملية موديفكيشن للبروتين تعديل للبروتين العملية اللي هي بدأت فيه الراف انتو بلازم كريتيكلا وبتكتمل في إيه؟ في الجولجي أباريتس اللي هي إيه العملية دي؟ فاكرين يا شباب لما قلنا عملية الجلايكوزيليشن اللي هي عملية إضافة الكاربوهايدريت للبروتين عشان يبقى اسمه جلايكو بروتين هذه العملية دي بدايتها زي ما قلنا في الراف انتو بلازم كريتيكلا لكن بتكتمل فين؟ بتكتمل في الجولجي أباريتس تاني وظيفة للجولجي ان هو بيعمل لي باكيج ليه البروتين ده يعني بيجي يعب البروتين ده في حوى صلاط حوى صلاط طيب وبعد ما بيعبه في حوى صلاط بيعمل له ايه بيعمل له عملية سورتنج يعني تصنيف يعني بيجي ويصنف البروتين على حسب نوعه كل نوع زي بعضه يجمعه مع بعضه يعني ده كده هم زي بعض يجمعهم مع بعض دوله زي بعض يجمعهم مع بعض دوله زي بعض خلاص وبعد كده اجي بعد ما صنفته في الحويصلات بتاعته بحيث ان كل مجموعة زي بعض تبقى مع بعض من الحويصلات ابدأ ان انا ايه ابدأ ان انا اوجهها اعمل لها عملية اوجهها ايه للمساري الصحي اللي المفروض تمشي فيه اللي شرحناه فيه المحاضرة اللي فاتت واللي قلنا فيه ان الجلجي ده بالضبط زي الجهاز بتاع البلاي ستيشن اللي حضرتك بتوجه بين لعيبة يتحركوا زي بالضبط فالجلجي هيعمل كده هيبتدي يوجه البروتينات انتي تروحي فين بالضبط فلو هذه البروتينات عبارة عن السكريتوري بروتين ايه اللي يحصل لهو البروتين اللي حيتم افرازه برا الخلية فالجلجي هيوجهه هيوجه حويصلات دي انها تبتدي انها تتحرك نحية غشاء الخلية وتندمج معاه علشان ايه تفرز محتوها خارج الخلية او لو كان البروتين الجوه الحويصلة ده عبارة عن انزيمات بتاعة الليزوزوم فحيبتدي ان هو يوجهها وانها تروح نحية الليزوزوم او لو كانت البروتينات دي عبارة عن الميمبرين بروتين فحيبتدي ان هو يوجهها انها تروح نحية غشاء الخلية علشان ايه ترشأ في هذا الغشاء عشان أجدد هذه البروتينات يبقى إذن نفس الكلام اللي احنا قلناه في الأتاتش درايبوزوم في الرف اندوبلازمي كريتيكلم في الجولجي هم نفس الثلاث أنواع من البروتينات اللي حيتكونوا اللي هم المحتاجين توجيه واللي حيمشوا في هذا المصار من الأتاتش درايبوزوم على الرف اندوبلازمي كريتيكلم على الجولجي أباريتس يبقى إذن لما أجسألك وقولك الجولجي حيبقى موجود في أنهي خلايا في الجسم زيها زي الرف اندوبلازمي كريتيكلم حيبقى موجود في الخلايا اللي بتصنع وبتفرز البروتين خلي بالك بروتين أو جلايكو بروتين واحد خلايا بتصنع وبتفرز بروتين أو جلايكو بروتين اتفقنا؟ الأنيميشن اللي قدامنا ده بيوضح الكلام اللي أنا قلته إيه الكلام ده؟ ده عبارة عن الجولجي أباريتس ده عبارة عن الرف زي ما احنا شايفين ده عملية انتقال البروتين ما بين الرف والجولجي أباريتس بص كده معايا ادي الرف ترانسبورت فيزيكل راحت جوا الجولجي اتعدل البروتين خرج من ناحية تانية على شكل إيه؟ الفيزيكل اللي حتتوجه تروح فين بالزبط جوا الخلايا اتفقنا يا شباب نروح بعد كده على الاندوزوم وكلمة اندوزوم يعني إيه؟ صوم يعني بادي واندو يعني الجسم ده حيشترك في عملية الاندو سايتوزيز اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت يبقى اذا الاندوزوم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الفيزيكل والتيوبيول حويصلات وانبيب بتشترك في عملية الاندو سايتوزيز يطر ايه انواع الاندوزوم؟ انا عندي فيه نوعين من الاندوزوم؟ نوع بقول عليه الارلي اندوزوم والارلي اندوزوم ده بيبقى موجود فين في الخلية؟ بيبقى موجود في البريفري بتاع الخلية يعني ايه في البريفري؟ يعني عند طرف الخلية يعني قريب من السلم Clerc لان هو هيا يستيقبل الحويصلة اللي دخلت بالاندو سايتوزيز فاكرين المرة فاتت لما خدنا الريسبتور ميجي incarcerated skin وقلنا ان انا بيبقى فيه عندي ريسبتور اللي باللون الأحمر ده وال باللون الأخضر ده اللي قلنا عليه resistant to هتدخل وهتمسك في الريسبتور فأنا عندي دلوقتي اتقون كومبلكس من الريسبتور مع الليجند ده خلي في حويصالة اللي احنا قلنا عليها الاندوسايتوتوك فيزيكل اللي خلناها المرة اللي فاتت تمام الاندوسايتوتوك فيزيكل دي اللي هي جواها الريسبتور والليجند مين هيستقبلها sangat هاستقبلها الارلي اندوزوم فعشان كده الاندوزوم ده تسمى ايرلي لان هو هيستقبل الحويصلة اللي هي دخلة بالإندوسايتوز طيب إذن لما أقول هو إيه محتوى للإندوزوم هتقولي بتحتوي على ريسيبتور لجاند كومبليكس طب هي بتستقبله هتعمل إيه في هتعمل إيه في الكمبليكس ده خلينا أقولك إن الممبرين بتاع الإندوزوم بيبقى عليه هايدروجين بامب يعني مضخة بتدخل هايدروجين تدخل منين؟ تدخل من برة لجوه فلما أدخل هايدروجين جوه الإندوزوم يعمل لي إيه في البي إتش بتاع الإندوزوم؟ يقلله لي يوصله الأقل من 6 طب أنا ليه بقلله؟ عشان الأسيدي تدي هتفكلي الريسيبتور من الليجند هتفصلي الريسيبتور من الليجند طب أنا بعد ما فصلت الريسيبتور من الليجند إيه اللي حصل؟ سؤال هو أنا محتاجة الريسيبتور في حاجة؟ لسه أنا محتاجة اللي داخل ده أنا مش محتاجة الريسيبتور فتقوم واخدر ريسيبتور بعضها ويحصل لها ريسايكلينج او اعادة استخدام تاني وتطلع فين بص انفصلت ازاي من اللي اندوزوم اهي انفصلت وتقوم رايحة وتقعد تاني على السيل ميمبرين عشان تستقبل ليجند جديد عشان تستقبل الليجند جديد طيب دلوقتي الليجند اللي هو في اللي اندوزوم ده هيبقى وضعه ايه والله الليجند ده هيجي ويقوم متعبي في حواي صلاة ويقوم رايح على النوع التاني من الاندوزوم اللي هو اسمه الليت اندوزوم يبقى خلي بالكو جماعة اليرلي اندوزوم ده بيتسمى الكمبارتمنت او الوحدة بتاعة الانكابلينج اوف ذا ريسيبتور اند ليجند يعني الوحدة اللي هتعمل انكابلينج يعني ايه يعني تفصل لريسيبتور من الليجند اللي داخل اتفقنا؟ نروح على النوع التاني من الاندوزوم اللي اسمه الليت اندوزوم والليت اندوزوم ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود ديب في السايتوبلازم يعني ايه ديب في السايتوبلازم؟ يعني في الجزء العميق في السايتوبلازم ما بيبقىش عند الطرف او عند البريفري بتاع السايتوبلازم تحت السل ممبرين كده على الطول زي في حالة ايه؟ زي في حالة الارلي اندوزوم وخلي بالك كمان ان الليت اندوزوم ده بيبقى موجود قريب من الجولجي أباريتس وهو ليه قريب من الجولجي أباريتس؟ اكيد عشان حيستقبل منه حاجة طب هو الليت اندوزوم ده حيستقبل ايه بالزبط؟ حيستقبل حاجتين اول حاجة حيستقبل الليجاند اللي هو جاي من الارلي اندوزوم اللي هو باللون الاخضر ده تاني حاجة حيستقبل اللايزوزوم الانزايمز اللي هي كونت فين؟ برافو عليكم اللي هو كونها الجولجي أباريتس اللي هي باللون الاحمر ده وجات جولجي عباها في حويصلة وغلفها بغطى من الكلاثرين فبسمي هذه الحويصالة كلاثرين كوتيد فيزيكل الحويصالة المغطى بالكلاثرين إيه يا دكتورة إيمان؟ إحنا مش أخدنا كلاثرين قبل كده مع الاندوسايتوزيس اللي هو بيغلف الحويصالة اللي دخلة بالرسبتور ميدييتد اندوسايتوزيس آه وهنا برضو ده كلاثرين بيغلف الحويصالة اللي هي طالعة من الجولجي أباريتس واللي هي بتحتوي على أي بروتين لن يتم إفرازه خارج الخلية اللي بقول عليه النون سيكريتوري بروتين البروتينات اللي حتتم توجيهها إنها تروح ناحية الإيه؟ الليت اندوزوم بتاعي وعلشان يتم توجيهها هي مش بس حتتغطى بالكلاثرين لأ ده كمان الجولجي حيحط عليها علامة هي مش عليكم بس في جماعات عليها إنها تعرفها العلامة دي اللي بالأزرق اللي اسمها المانوز سيكس فوسفيت فالمانوز سيكس فوسفيت ده أول ما يتحط على الحويصالة يبقى أنا عرفت على طول إن الحويصالة دي رايحة على إيه؟ على الليت اندوزوم يبقى إذن الليت اندوزوم ده يا شباب تاني استقبل لي حاجتين اللي جد اللي جاي من الإيرلي اندوزوم والليزوزومة الإنزايمز اللي هي طالعة من الجولجي أباريتس واللي تم توجيهها ناحية إنها تروح على الليت اندوزوم وفي الوقت ده يقل للبي اتش بتاعي الاندوزوم أكتر ويبقى حوالي خمسة ونص وأنا محتاجة للبي اتش القليل ده لأن ده اللي هيخلي الليزوزومة الإنزايمز بتاعتي ناشطة أو اكتف وتبتدي عملية تكسير أو هضم اللي جند بتاعي وفي الحالة دي إيه اللي يحصل لما بتدي عملية الهضم يبتدي البي اتش القليل أكتر وأكتر ويتحول الليت اندوزوم لوطس كولد ليزوزوم أو الجسم الهاضم الجسم الهاضم بخلي بالكم الليزوزوم ده بيقال عليه بيقال إنه هو اتكون بعملية ندوغ يعني عملية ندوغ يعني الليت اندوزوم ده لما جاه استقبل الليزوزومة الإنزايم وابتدى عملية الهاضم والبي اتش بتاعته قلت أكتر وأكتر اتحول لمن؟ اتحول لليزوزوم اتفقنا؟ يبقى إذا نخلي بالكم وناخد بالنا الليت اندوزوم للليزوزوم كل ما ده ما بتقل للبي اتش كل شوية ما بتقل البي اتش يعني في الإيرلي بتبقى زي ما قلنا يعني بتبقى قل من 6 في الليت اندوزوم بتبقى حوالي 5.5 وفي الليزوزوم بتوصل من 4.5 او الجسم الهاضم صوم يعني جسم وليزو يعني هاضم يعني ايه ليزوزوم؟ اتفقين معايا ان الليزوزوم ده واحد من الميمبريناس أرجنال احنا قلنا ان كله بيبقى لها ميمبرين معادة زي ما قلنا الريبوزوم والسنتريول والسايتو سكيرتر يبقى ازا الليزوزوم ده اكيد أرجنال لو ميمبرين طب بيحتوي جواه على ايه؟ بيحتوي جواه على حوالي 40 نوع من الديجيستيب انزايم او اللي بقولها عليها الانزيمات الخادمة المحللة زي مثلا انزايم اسمه بروتيز بروتيز اي حاجة فيها ايز يعني محلل يعني محلل البروتين نيوكليز يعني محلل نيوكليك اسد فوسفاتيز يعني محلل الفوسفيت لايبيز محلل الليبيد اس دي يعني محللة الليزوزوم ده وظيفته ايه؟ انه مسؤول عن الهضم جوا الخلية الجهاز الهضمي بتاع الخلية وخلي بالكم عشان بس نبقى متفقين الليزوزوم ده لما بيج بيهدمه وبيهدم ايه؟ ممكن يهدم لك مثلا بكتيريا جوا الخلية ممكن يهدم لك مثلا خلية ماتت مثلا بس خلي بالك هو مش دائما الليزوزوم مش هو ده صفيحة الزبالة بتاعت الخلية لا يعني مش دائما بيهدم بكتيريا او خلية ميتة او كده لا الليزوزوم ده بيهدم حاجات مهمة جدا بتدخل في تكوين هرمونات يعني ايه؟ يعني السنة الجاية لما هتيجي تاخدو في مراحل تكوين هرمون لغضة درقية اللي هي الثيرويل هرمون في مرحلة مهمة جدا بتحصل فيها ان الليزوزوم ده بيجي يفصل مركبات عن بعض عشان في الآخر يكون لي الثيرويل هرمون او هرمون ضد الدرقية فمش دائما الليزوزوم هو الأونيكس هو الزبالة بتاعت الخلية لا ده هو نعتبره بطريقة تانية المقص اللي بيفقيه الحاجة من بعض اتفقنا طب زي ما قلنا هو الليزوزوم بيتكون ازاي؟ زي ما قلنا هو بيتكون عن طريق gradual maturation process يعني عملية ندوب زي ما قلناها في الليت اندوزوم عن طريق لما بيحصل الليزوزوم الانزايمز الجاية من جولجي بيحصل لها اندماج مع الليت اندوزوم ويبتدي البي اتشي الاكتر وتبتدي ايه؟ عملية الهضم تحصل فبالتالي ساعتها زي ما قلنا هيتكون الليزوزوم خلي بالك انت ممكن تيجي وتسألني وتقول لي طب يا دكتور ايمان هو مش ممكن الليزوزوم نفسه او الخلية يتأثروا بهذه الانزيمات الهاضمة او المحللة بتاعة الليزوزوم هم نفسهم ممكن يتهدموا او يتحللوا بهذه الانزيمات هقول لك اكيد لا لان ربنا حمى الليزوزوم والخلية من انها تتهدم او تتحلل بالليزوزوم الانزايم ازاي كده؟ خلينا اقول لك ان الليزوزوم ربنا خلقه بغشاء زي ما قلنا ده واحد من الميمبرنس اورجانيل لو ميمبرين زي وزي غشاء الخلية فخلقه بغشاء يونيك يعني ايه يونيك؟ يعني حصري لن تجده الا في الليزوزوم هذا الغشاء بيبقى له نوع معين من الفوسفوليبد ومش كده وبس ده كمان بيبقى له نوع معين مختص من الجلايكوبروتين اللي هي بتيجي تبطن الغشاء بتاع الليزوزوم من جوه مش من بره يعني بتبطنه هنا من ناحية دي كده مش من بره طب ليه كده؟ يعني ايه فايدة هذا الفوسفوليبد وهذا الجلايكوبروتين المتخصص اللي مش هشوفه غير في الليزوزوم حيعملوا بالزبط لا ده حعملوا كذا حاجة اول حاجة ان هما حيمنعوا الليزوزوم الانزيم من ان هي تتسرسب وتطلع بره الخلية فبالتالي انا كده بحمل خلية من انها تتحلل تاني حاجة هذا الفوسفوليبد والجلايكوبروتين كمان حيحمولي الغشاء بتاع الليزوزوم من ان هو يتحلل بالانزيمات بتاعة الليزوزوم لا ده مش كده وبس ده انا حاطف لك على القصيدة بيت ده لو حصل حصل وان هذه الانزيمات جت وتتسرسبت وطلعت بره الخلية هذه الانزيمات مش هتبقى ناشطة مش هتشتغل ليه؟ لان ربنا خلق السيتو بلاز ببي اتش متعادل بقول عليه نيوترال بي اتش وزي ما احنا خدنا ان الليزوزوم الانزيمز محتاجة اسيدك بي اتش عشان ايه؟ عشان تشتغل وكل ده حاجات ربنا خلقها في الليزوزوم علشان ايه؟ احميه واحمي الخلية من ان هو يتحلل بانزيماته الهاضمة وحقولك على معلومة ظريفة جدا انتو عارفين المالاريا المالاريا ده يعني زي بارازايت نوع من انواع التفايليات منتشر في افريقيا المالاريا دي عشان يعالجوها بيستخدمونها الدواء اسمه كلوريكين الكلوريكين ده فكرته ايمة على ايه؟ الكلوريكين ده دواء بيجي يتجمع جوه الليزوزوم بتاع المالاريا نفسها يعني هي عندها حاجة كده جواها يشبه الليزوزوم كده بالزبط فبيجي يتجمع هذا الدواء جوه الليزوزوم بتاعها فبيرفع البي اتش بتاع الليزوزوم فلما بيرفع البي اتش ايه اللي بيحصل انزيماتها الهاضمة لجوه الليزوزوم ما بتشتغلش بتبقى غير ناشطة فبالتالي الخلية ما تقدرش تعيش من غير الليزوزوم فايه اللي بيحصل؟ بتموت البرازايت فالكلوريكين فكرته ايمة على ان هو ايه؟ ان هو ما يخليش الليزوزوم انزيم تشتغل وبالتالي الخلية نفسها والملاريا نفسها ايه حتموت اتفقنا يا شباب طبعا انا عايز اشوف اللايزوزوم شكله بلايت مايكروسكوب ايه والله هم ما بيبنش بلايت مايكروسكوب ولا بيبن باي سبع الا ان انا ممكن اعمل دي تيكشن او اكتشف انزايمز بتاعته بطريقة اسمها هستو كيميكال مثل يعني هستو كيميكال مثل هستو يعني تيشو كيميكال يعني كيميستري يعني انا بعمل تيكشن لكيميستري معينة جوه تيشو باستخدام ارتفاع الكيميائي يعني ايه يعني احنا زي ما قلنا ان انا دي خلية دي خلية عندي تمام الخلية دي شايفين فيه الوان جواها الخلية دي تحتوي على لايزوزوم اللايزوزوم ده جوا انزايم واحنا زي ما اخدنا ان اي انزايم بيحتوي على ايه او اي انزايم في الدنيا له ايه له سبستريد بتاعوي الهو المادة رح يشتغل عليها فانا هعمل ايه هجيب السبستريد ده بتاعة الانزايم بتاعة اللايزوزوم وامسكها في مادة ليها لون في سابغة ليها لون تمام والجي حط السبستريد اللي ماسك في السابغة اللي ليها لون ده على الايه السايتو بلازم بتاع الخلية اللي فيها لايزوزوم كتير فقوم جاي يحصل تفاعل ما بين السبستريد وما بين الانزايم بتاع اللايزوزوم ويديني لون مثلا زي اللون المحمر اللي انت شايفه ده ده اللي اسمه histo chemical method اتفقنا طيب بالالكتروميكروسكوبة شكل اللايزوزوم ايه والله اللايزوزوم ده عامل زي معدتك بتهدم هضمة حاجات جواه كتير فلما اجي بص على اللايزوزوم اولا احنا زي ما قلنا هو لوم امبرين تعال شوف لي محتوى بتاعه من جوا شكله ايه هتلاقيه بولا شكله هيتروجنس مهم قبل كلمة هيتروجنس يعني هيتروجنس يعني مش هموجنس يعني مش متجانس غير متجانس يعني ايه غير متجانس يعني لما تيجي تشوف كده في شكله ها ومحتوى هتلاقيه ايه مش ش زي بعض يعني بمعنى الشكل الخارجي في منه بيبقى غير منتظم وفي منه بيبقى منتظم المحتوى نفسه من جوا هتلاقي ايه حاجات بيدا وحاجات سودا حاجات electro-yucent وحاجات electro-dense وده ليه لانه هو زي معدتك هو بالع حاجات جواه فالحاجات اللي جواه دي عبارة عن حاجات ايه الحاجات اللي هو جاه وبلعها فمهم جدا لما انت عشان تيجي تتعرف على اللي زوزوم ان انت تتعرف عليه بان محتوى غير متجانس هتروجينس لان ده حيفرق معايا بعد كده لما ناخد الانكلوجن وحلاق ان في حاجة شبهه لكنها متجانسة لكن ده غير متجانس طب يجي السؤال هو انا حلاقي اللي زوزوم فين في كل الخلايا خاصة الخلايا اللي بولع عليها الفاجو سيتكسل او الخلايا الاكلة اللي هي بتقوم بعملية الفاجو سيتوزيس اللي خدناها المر اللي فاتت مع السلميمبري طيب نيجي بعد كده لاخر حاجة هي ايه الباثوي او الممر اللي هتسلكه الحاجة اللي دخلها جوه الخلية عشان يحصلها هض بالليزوزوم والله ده يتوقف على نوع الحاجة اللي دخلها جوه الخلية بمعنى ان انا لو عندي حاجة جاية من برا الخلية حاجمها صغير بول عليها اكستراسليلر سمول بارتكل اكستراسليلر يعنى حاجة أن برا الخلية وحاجمها صغير اللي هتيجي تدخل جوه الخلية بعملية البينوسايتوزيس والريسبتور ميديتل اندوسايتوزيس الليت اندوزوم ها اللي يجي يستقبل اللايزوزوم الانزايم تمام وبعد كده يبتدي عملية الهضم فيتحول اللايزوزوم تمام ده الكلام اللي احنا خدناه اتفقنا طب هتيجي تقولي دلوقتي سؤال طب هو البينوسايتوزيس ما فيهاش ريسابتور ليه عدت على الارلي اندوزوم لأ ما هقولك على حاجة ما الحاجة اللي دخلة بالبينوسايتوزيس هي مش دخلة بريسابتور لكن قريدي الممبرين نفسه سيل ممبرين عليه ريسابتور هو كده او كده سيل ممبرين مليان ريسابتور هو مليوش ريسابتور للحاجة اللي دخلة دي يعني الحاجة الدخلة بالبينوسايتوزيس هي ملهاش ريسابتور تمام لكن هو سيل ممبرين اصلا ربنا خلقه بريسابتور فبالتالي الحويصالة اللي حتدخل دي هي كده او كده عليها الريسابتور بتاع الممبرين فعشان كده لازم اوديها على الارلي عشان ايه يفصل للريسيبتور من الليجاند ويرجع الريسيبتور تاني حصله ويرجع يقعد على السيل ميمبرين طيب افرد الحاجة اللي دخلها دي الاكسرا سيليلر دي كانت حاجة كبيرة في الحجم زي مثلا بكتيريا هتدخل ازاي زي ما قلنا هتدخل بعملية الفاجوسايتوزيس زي ما قلنا هتيجي الخلية تمد حواليها ميمبرين كده سودوبوديا وتلفها وتعمل لك جسم اسمه فاجوسوم ايه الفاجوسوم ده فاجوسوم يعني الجسم المحتوي على الحاجة اللي هي دخلة بالفاجوسايتوزيس طيب الفاجوسوم ده هيروح بعد كده على فين والله فيه ما قلتين في الجزء ده في تكست بوك او مراجع كتبة ان الفاجوسوم ده هيروح مباشرة على الليت اندوزوم يعني هيتحد مباشرة مع الليت اندوزوم وتبتجي عملية ايه الهضم تمام؟ ويتحول الليت للايزوزوم معنى كده إيه؟ إن هو ما مرش على طب هو ليه ما مرش على يعني فيه تكسبوك كاتبة وكتبك وكاتب كده إن هو ما مرش على لان بيقول لك إن الفاجوسيتوزز دي اللي بتعملها زي ما قلنا الخلايا آكلة أو الفاجوسيت إكسال الخلايا دي بعد عملية الفاجوسيتوزز في خلايا بتموت مباشرة وفي خلايا بعد مرتين من الفاجوسايتوزز بتموت فإذا الخلايا دي هتموت بعد شوية فأنا مش محتاجة إن أنا أعمل لريسايكلينج لمين للريسيبتور مرة تانية وفيه مراجع تانية كتبة إن الفاجوسوم ده هيجي وحيروح برضه على الإرلي وبعدين على الليت وبعدين يبقى ليزوزوم علشان الحاجة بدخلة بالفاجوسايتوزز دي دخلة بريسيبتور زي ما احنا خدنا تمام فبالتالي أنا برضه محتاجة أعمل ريسايكلينج للريسيبتور حتى لو الخلايا دي هتموت بعد كده ففيه أيلين كده وفيه أيلين كده إحنا هنمشي أو أنا قلت لكم الرأيين عشان طبعا إيه العلم يا جماعة ما هواش قرآن كريم ماشي ما هواش حاجة منزلة العلمي فيه أقاويل لحد اللحظة دي فيه حاجات لسه بتتغير في القطب ولسه العلماء بيكتشفوا حاجات جديدة فالأقاويل دي موجودة والأقاويل دي موجودة إن الفاجوسوم ده ييجي ويقوم متحد مع الليت اندوزوم مباشرة وبعدين الليت اندوزوم يتحول لليزوزوم تمام؟ أو إن الفاجوسوم ده يروح على الإيرلي عشان نفس البردو ريسيبتور اللي دخلت بيها الحاجة بالفاجوسايتوزيس وبعدين على الليت ويبتج الليت يكسر ويبقى اسمه ليزوزوم انتفقنا؟ طيب فيه بقى احتمال تالت إن الحاجة دي تبقى إنترا سيليل بارتيكلي يعني إيه؟ يعني تبقى حاجة من جوة الخلية نفسها أنا عايزة قصرها زي إيه؟ زي مثلا أورجانين عمره في طرد انتهى ومفروض حيموت خلاص زي مثلا ميتو كونتري فالحاجة دي اللي هي عايزة قصرها بقول إن أنا بشيلها بعملية اسمها اوتوفاجي يعني اوتوفاجي اوتو يعني ذاتي وفاجي يعني أكلها يعني دلوقتي إيه حيحصل يعني اللي يزوزوم ده هيكل حاجة هيكسر حاجة من جوة الخلية مش من برى الخلية زي النوعين التانيين فإيه اللي بيحصل للحاجة دي اللي هي من جوة الخلية زي مثلا ميتو كونتري اللي انتوا شايفينها دي اللي هي خلاص المفروض يعني عمرها الفتراتي انتهى وحتموت بتيجي كده بتتحول بميمبرين من السموث اندوبلازم كريتيكلا الميمبرين ده بيعمل ايه بيفصلها عن السيتوبلازم تمام ويبتدي تبتدي الحاجة للكوينة دي اللي متحوطة بالسموث بتتسمى في الحالة دي اوتوفاجوسوم يعني اوتوفاجوسوم يعني الجسم الاكل اللي هو هيتاكل يعني اللي هو بيحتوي على حاجة من جوة الخليحة تمام يجي الاوتوفاجوسوم ده اللي اتحوط بميمبرين من السموث اندوبلازم كريتيكلا وفصلها عن السيتوبلازم يبتدي يروح على الليد اندوزوم او يحصله فيوجل مع الليد اندوزوم ويبتدي تكسر جوه الليد ويتحول الليد لليزوزوم طبعا هنا انا مش محتاجة ان انا اوديه على الارلي ان انا ده عندي من جوه الخلية مفيش ريسبتورز اصلا فبالتالي ايه هيروح مباشرة على الليد اندوزوم اتفقنا بس اخلي بالك من حاجة الهايدروليتك انزايم بتاعت الليزوزوم لما بتيجي تهدم او تكسر الحاجة بتكسر معظمها لكن مش كلها زي معدتك لما بتيجي تهدم هي بتهدم الاكل كله لا ده الالياف معظمها ما بيتهدمش نفس الحاجة بالنسبة لليزوزوم هو في حاجات في الليزوزوم في حاجات بتفضل ما بيهدمهاش الليزوزوم حاجات بتفضل غير مهدومة تمام خاصة إيه خاصة الدهون الليبيد بالذات ما بتتضمش كمبليتلي بالليزوزوم فبتفضل جوه الليزوزوم ويتسمى الليزوزوم في الحالة دي الريزيدي والبودي أو الأجسام المتبقية فلما قولك يعني الريزيدي والبودي هترجع عبارة عن الأجسام التي تبقت من عملية إيه الهضم بتاعة الليزوزوم يعني الليزوزوم اللي بيحتوي على حاجات لسه ما تهضمتش كمبليتلي خاصة الليبيد طب أجل اسألك سؤالك لا تخيل لو خلية بتعيش مدة طويلة خلية معمرة الخلية المعمرة دي فكرة اللي عيشة مدة طويلة كمية الريزيدي والبودي سفيها هتبقى إيه كمية تراكم الريزيدي والبودي سفيها هتبقى إيه هتبقى إيه كتيرة جدا جدا فعشان كده عملية تجمع الريزيدي والبودي جوه خلايا المعمرة اللي بتعيش فترة كبيرة اللي بقول على ايجيت سيل او لونج ليفت سيل بيعمل لي جوه الخلية كده او بيظهر بسبغة اسمها اللايبوفوسكين بيجمنت يعني ايه لايبو لايبو يعني ليبد فوسكين يعني ايه لا سبغة يعني انا لما باجي بص على الخلايا المعمرة دي باللايت مايكروسكوب الاقي ايه الاقي جوها سبغة لونها اصفر ايه السبغة لونها اصفر دي دي عبارة عن الليبد اللي مات هضمشي اللي هو موجود جوه الريزيدي والبوديز اللي موجود بكمية كبيرة جوه الخلايا المعمرة دي فاللايبوفوسكين بيجمنت ده السبغة الصفر دي علامة علامة لايه ان الخلايا دي خلية معمرة بتعيش لمدة طويرة اشهر الخلايا معمرة ايه الخلايا تاعة الاورجان اللي راشق في كل مصلح من تاني خلايا الهارد خلايا القلب خلايا معمرة ادي سبغة الصفر النيورونز الخلايا العصبية بتاعتك ادي العلامة الصفر او السبغة الصفر اللي بوديوسكين بيجمنت بتاعتك كل دي خلايا معمرة يبقى نسأل كده اخر سؤال معنا ويقولك الاختيار التاني عندي في الراف اندو بلازمك عندي رايبوزوم عندي السيكريتوري فيزيكل هل ده ماشي كده بالترتيب الصح لا طبعا مفروض الرايبوزوم الاول يبقى ما ينفعش تعالي الاختيار التالت رايبوزوم بعدين الجولجي بعدين الراف ايه ده هو الرايبوزوم بعدين الجولجي ولا رايبوزوم بعدين الراف وجولجي المحطة التالتة والاخيرة يبقى ما تنفعش تعالي الرابع عندي الراف بعدين الجولجي وبعدين السيكريتوري فيزيكل الراف ايه ده البروتين عالجولجي وجولجي يطلعه في السيكريتوري فيزيكل يبقى هو ده الباثوي الصح يبقى ده الاختيار بتاعي الصح اتفقنا كده نبقى خلصنا تانكيو نشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله